السلام عليكم من بعد ما شفنا مجزوئة الوضع البشري ومجزوئة المعرفة واشرحنا قاع المفاهيم والمحاور اللي كنتمي وليهم اليوم غادي نشوفو مجزوئة جديدة واللي عزيزة عليها بزاف واللي هي مجزوئة السياسة السياسة دائما هي سبب المشاكل مع العلم ان الدور دياله هو التدبير وإيجاد الحلول للمشاكل إذن شنو هي هاد السياسة وعلاش هي سبب المشاكل هاد الشي اللي غادي نشوفوه في دراستنا لهاد المجزوئة ودبا نخدوه حتى تقدم بسيط للتعريف بالسياسة يعود الاهتمام بموضوع السياسة داخل مجال الدراسات الفلسفية إلى بداية الفلسفة مع اليونان ومن بين أهم تعارف السياسة في أدبيات الفلسفة السياسية وفي علم الاجتماع السياسي على الخصوص ذاك الذي يعتبرها فنتدبير الممكن والمقصود بذلك أن السياسة هي تلك الممارسة الإبداعية التي يكون هدفها إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في الواقع إذن كما قلت لكم السياسة تم الظهور ديالها مع فلسفة اليونان وكل هدف ديالها هو إيجاد حلول المشاكل المطروحة في الواقع فهناك من يعتبرها فنتدبير الممكن لكن لحسب دكشي اللي كنشوفوه في الواقع ديالنا أو على مر العصور السياسة كانت هي سبب المشاكل لأنه كيلي كيقول بأن السياسة هي السلطة وممارسة القوة كيلي كيقول لنا بأن السياسة هي العنف وكيلي كيقول بأن السياسة هي كيفاش نجي بحقي المهم كي نتضارب ديال بزاف ديال المعاني وبزاف ديال المفاهيم وهد الشي اللي غاد نشوفوه من خلال دراستنا المفاهيم اللي كنتميوا لهد المجزوعة وأول مفهوم عندنا وهو مفهوم الدولة واللي غاد نشوفوه فيها ثلاثة ديال المحاور أول محور هو مشروعية الدولة وغايتها ثاني محور وهو طبيعة السلطة السياسية وثالث محور هو الدولة بين الحق والعنف المفهوم الثاني وهو مفهوم العنف واللي بدوروك يتكون من ثلاثة ديال المحاور المحور الأول هو أشكال العنف المحور الثاني هو العنف في التاريخ والمحور الثالث هو العنف والمشروعية أما المفهوم الثالث فهو الحق والعدالة واللي غنشوفوه من خلال ثلاثة دي المحاور المحور الأول الحق بين الطبيعي والوضعي والمحور الثاني هو العدالة باعتبارها حقا أما المحور الثالث فهو العدالة بين المساواة والإنصاف إذن كان هذا هو تقديم المجزوء دينا وإن شاء الله باش تفهموا هدى المفاهيم وهدى المحاور مزيان فكنتمنى أنكم تتبعوا الفيديو والدجين مزيان وبتمعون كما أننا غدينصحوا امتحانات وطنية لعدة مواضيع سواء السؤال أو النص أو القولة في مجزوءة سياسة وإن شاء الله فاش نسالي وهذه الفيديوهات غدينحط لكم بعض التلاخص كما أنني غدينحط لكم بعض المنهجيات الجاهزة اللي ممكن تستفدوا منها في التحليل دي المواضيع دي لكم وغيكونوا بعض المنهجيات خاصة بمجزوءة الوضع البشري وبعض المنهجيات خاصة بمجزوءة المعرفة وبعض المنهجيات خاصة بمجزوءة السياسة إذن كنتمنى أنكم تستفدوا من هذا الشيء مزيان حتى الهناك يكون سلل الفيديو نطلقه في الفيديو الجاي إن شاء الله شكرا